وناخد اول تليفون من الاستاذة ايمان من الاليوبية. الاستاذة ايمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا انا متجوزة بقالي اربع سنين. نعم. وعندي واحد وعشرين سنة ومعي طفلية. وعلى طول انا وجوزة مشاكل. دي يعني انه معاملة وحشة. يعني وبعدين. وكان على طول يضربني. فريق السن كم سنة? على اقل اتنشر? نعم. كان فريق السن كم سنة? اه يجي عشر سنين او اتنشر سنة. هو ابن عمتي. وكان على طول يضربني. ومعاملة وحشة وشتايم. وعلى طول انا بنزف. وكل ما اروح اكشف بيقولولي انش عندك حالة نفسية. طبعا. انا مش عارف اعملي انا مبطلش عياط لله ومعوش. طيف. وانا مش عايز اتطلق عشان عيال. طبعا انت خلاص بقى عندك وسيقة وسيقة جواز رسمية صح? او فانت اقولي اعملي. طب اقولك تعملي ايه? اول حاجة بس يا بنتي عشان بس نكونوا واضحين. هو بيدربك وبيشتمك. هو شايف ان هو بيربيك. هو خادك صغيرة عشان على قد ايدي. في ربيك. وانت بصيتي لقيت انت انت بتتعاملي مع الامومة وبقى عندك اطفال. وانت حتى الان لم لم يكتمل وعيك عشان تبقي زوجة. فاحنا في وضع صعب. فالوضع ده محتاج تدخل. تدخل مع هذا الشخص من حد يفهمه ازاي يتعامل مع شخص خرج من الطفولة اللي يتوه عشان يتعامل مع كل مقتضيات الامومة والانوثة بكامل معانيها. هو هيدربك عشان العلاقة الخاصة او هيدربك عشان انت مش عارفة تكوني زي امه وهايدربك ما عايز بقى يربيكي. طبعا كل الكلام دي جريمة. الضرب ده جريمة وحرام. وهي دي بعض مشاكل الجواز في السن في السن اللي احنا بنمنع الجواز فيه. وفي نفس الوقت دي مشاكل الفاجوة الزمنية اللي بينك وبيها. انا يا بنتي عشان ما كترش عليك وما زودش عليك لاني مش من طبعي. ان انا افضل ابكي عن لبن المسكوب. احنا دلوقتي ازواج وعندنا اسرة وعندنا اولاد. نعمل ايه? زوج حضرتك لابد ان هو يقعد مع ناس تفاهمه ازاي يقدر يتعامل مع الفاجوة السنية اللي بينك وبينك. فبتقولوا دي اعمل ايه? وهتي وتعالني على مركز الارشاد الزواجي. عشان نعرفه ازاي يقدر يتعامل مع حضرتك. لان هو متصور ان هو يتعامل معاك زي ما يتعامل مع بنته. فالمشكلة اصعب شويتين تلاتة من انك انت تعملي حاجة فيها يا بنتي. انا ممكن على فكرة اقولك شوية كلام كده عشان الهوى. بس انا بتكلم في الحاجة الحقيقية. وده ات اللي احنا بنحذر الناس فيه لما يكونوا مقبلين على الزواج يا جماعة الخير. خلوا بالكم من فارق السن لان فارق السن ممكن يعمل الفارق ما بين جيلين. طب وزا كان هو كمان بيتجوز واحدة تحت السن فهو بتعامل معاه على ان هي طفلة. فبيربيها. فازاي دي عتشاركه في الحياة ولا ازاي عيكلها رأي ولا ازاي ممكن تخلفه. انت حاسة ان انت لك رأي وعايزة تعيشي لانوسة. هو شايفك ان انت طفلة وسازجة. يبقى الحل هو ايه? ان انت تسمعي الكلام اللي انا قلتقول اللي انا قلتقولك ده. وتعودي معاه. لو قدرت تعودي معاه قاعدة تقولي له. انا انت زوجي. وانا بحبك. واحنا عايزين نربأ اولادنا بطريقة صالحة. تعال مع بعض. بدل نستبدل الطريقة اللي انت بتعملها دي. بطريقة تعود بالنفع علي وعليك. وعلى ساعتك. وعلى ساعات دي. وعلى سعادة الاولاد. طب ازا ما كانش هو قادر يتعامل مع الكلام ده. خلاص زي ما انت لكن احنا محتاجين خبير. ليه طيب? لان هو محتاج يبقى عنده وعي بالحالة اللي هو فيها. هو بيتعامل على ان هو. انا لو حد تكلمه يقول له. منا يا مولانا هي شخص غير مسؤول. هي لا هي بتفهم ولا عارفة يعني ايه. تربية اولاد ولا اكل ولا شرب ولا زوج. ما انت خدتها صغيرة عشان تربيه على ايدك. المعنى اللي انا اصلا رفضه في مسألة الجواز. انا رفضه اصلا مع الكبار ان واحد يتجاوز واحدة عشان يربيه. فازاي بقى هنأعمل الكلام ده. فانا بقولك يا بنتي. اعودي معاه. مكلميه. وسمعيه الكلام اللي انا قلت وقولك ده. ولو سمحته متفضله عشان نضع طريقة للتفاهم. وعلى فكرة انا مش بتعدى عليه انا بقوله بنصحه. عشان اولاده وعشان اسرته وعشان كمان تقوى الله سبحانه تعالى. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكرمهن الا كريم. وما اهنهن الا لئيم. فالقصة عندي زوجك اه بس كمان انتو الاثنين عايزين تدرسوا وتعرفوا اشياء ممكن تخليكم وصلوا للتوافق والزواجي. وده مش هيقدر تعملوه انتو لتنل وحدكم. فلازم يبقى فيه خبير بينكم.